فيه مشروع ثقافي ما بين وزارة تعليم العالي ووزارة الثقافة القوى النعمة وكيفية استخدامها فيه إعادة الطراث والشخصية المصرية إلى ما كانت عليه لغاية النهاردة بعد أم كلسوم متوفد دخلين على الـ 40-50 سنة أغاني أم كلسوم احنا كلنا بنصر قدامها الأغاني العظيمة بتاع ساعة درويش ما زالت قائمة فإحنا لازم نرجع للشخصية المصرية للطراث المصري مين اللي هيقدم ده؟ الثقافة العامة نتكلم في الأدب نتكلم في القصة والشعر والزجل والأفلام والنقد الفني ده بالإضافة لبعض الأنشطة اللي احنا تعودنا عليها في داخل الجماعة ده يمكن من الأنشطة اللي انا بقول لحضرك عليها المستجدات عندنا النظام الكامبينج والمعسكرات والكشافة والجوالة بدأنا نرجعهم يعني درجة إننا في معهد إعداد القادة من أسبوع واحد أو عشرة أيام عملنا دورة للجوالين في المعاهد الخاصة الدورة دي بقالها أربع سنين ما حدش بوصلها لم توقع من أربع سنوات كان نفسي حد ييجي ويشوف الإحساس اللي عند الطلبة يعني عايز أقول لحضرتك حاجة في طلبة من معاهد أصوان جم على نفقتهم الخاصة عشان يشتركوا في هذه الدورة كان يود الفعل من بعض المعاهد الخاصة اللي معاها الفند ومعاها الإمكانيات لما لقوا الطلب عندهم هذا الحماس اقتسموا الإمكانيات بتاعتهم معهم ومن بعض عشان يدوموا فرصة للمشاكة الإحساس ده ده اللي احنا ندور عليه حضرتك طيب تأثير زي حاجات الكمبيت والمعسكرات دي يا دكتور ايه شايفها على الأطفال والشباب بيفرق معهم في ايه في شخصيتهم بعد كده لا ده الخطوة الجديدة في الأنشطة أن هناك تعاون كامل ما بين طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس يعني معاها الوزير وافق لنا أن هنا حيتم دعوة تلاميذ المدارس للاستواك في الأنشطة الطلابية داخل الجامعات لأن السنة الجاية طالب ثلاثة سنة وبقى طالب جامعة السنة اللي بعدها طالب تانية سنة والسنة سيبقى طالب جامعة طبعا فأنا بمهده بتأهله وبعرفه يعني إيه أنت ممكن تصغل الأنشطة الجامعية في بناء شخصيتك من أهل ناحية أنت موهبتك إيه نقدر ننميها